بحضراتكم في الفقرة دي مجموعة رائعة من السور الموجودة في معرض موجود حالياً بطر الأبرى المصرية تحت عنوان سجل يا زمن ثورة مصر ثور للتاريخ حقيقة هنتكلم أكتر مع ضيوفي اللي منواريني معنا النهاردة الأستاذ أحمد المصري مصور بجريدة المصري اليوم أهلاً بحضرتك ومعنا كمان الأستاذ نمير جلال مصور بجريدة المصري اليوم منوارنا في البداية عايزة أسأل حضراتكم كل واحد فيكم شايف إزاي ثورة 25 يناير يترى بتشوفوها من عدسة الكاميرا ولا بتشوفوها من رؤيتكم الشخصية للثورة والله أنا شايف أن الصورة كان بالنسباني من خلال الكاميرا بتاعتي يعني أنا كنت نازل بطريقة محايدة زي ما اتعلمت أنا نازل أغطي الحرس ده بطريقة محايدة لأنا مع طرف ضد الطرف ولا مع ده ضد ده كنت نازل بصفة مهنية كمصور بس الفكرة برضو بس يعني كمان كان في دماغي إن أنا أسجل كل حاجة أي أحداث أي مقابلة ممكن نقول انتباع يعني اللي انتباع إيه لما نزلته كانت انتباعاتكم يعني الصورة أنا كنت نازل عشان يعني كان جوايا شعور وإحساس إن أنا نازل أعمل تاريخ للثورة من خلال الثورة يعني أنا عايز أرخي الثورة دي بس بكامرتي بالعدسة بتاعه نزلته من بداية الثورة من أول يوم خالص ولا كامل إمزة بالضبط؟ من أول يوم من يوم 25 واستمرته خلال الثمنتاشر يوم بتوع الثورة؟ أه أه طول الأيام موجودين طيب إزاي بقدرتوا تشوفوا ثورة 25 يناير من خلال العدسة؟ العدسة كانت بدأختلف عن يعني المواطن العادي بينزل بهدف والمصور بينزل بهدف تاني إزاي بقدرتوا تشوفوا ده من خلال عدسة الكامر؟ هو كان كل يوم في الثورة دي لي عنوان جميل يعني مثلا يوم 28 يناير كان جمعة الغضب فطبيعي الموضوع يبقى فيه غضب فيه ثورة وفيه عنف وفيه تعامل وفيه حاجات كتير فأنا كنت بابقى واخد أوتلاين كده لليوم إن فيه ثورة أعارف إن مثلا يبقى فيه غضب والغضب ده يبقى فيه مواجهة وفيه مدايئة وفيه حاجات كده فأنا كنت بتعامل مع اليوم على أساس الطريط البداعه أستاذ نامير كان كل يوم يوم جديد يعني كان كل يوم برضه لي عنوان كده كان الواحد يتعامل على أساسه بيهياء نفسه لي يعني طيب أهم الصعبات اللي وكيتكو أثناء قيمكم بتصوير الأحداث أكيد كان فيه صعبات وأكيد مريته بأيام صعبة يعني جمعة الغضب على سبيل المثال كانت من الأيام اللي مصر كلها كانت كانت صعبة جدا فكلمونا عن أهم الصعبات المصور من المهن اللي تحتاج يعني كيفية في التعامل وصبر فقدرتوا تعمله ده سيء احنا عندنا مشكلة كمصور إن صعفية إن الناس في مصر عندها ثقافة الصورة الفتوارفية مشكلة يعني لو أنا ماسك كاميرا وماشي في الشارع عادي الناس كلها بتبقى خايفة مني خايفة من أنا ماسك كاميرا وعملين هساب لها طيب ناسك كاميرا دي انت خلينا ما يبقى في يوم مثلا يبقى في مواجهات وكذا تبقى أنا حاسس إن أنا متأيد متكتف سواء فيه ناس أنت متعرفش مين معك ومين ضدك مين يرحب بالتصوير ده ومش منها يرحب ومين مش يرحب طيب نانير معنا صور برضو على الشاشة فاتع المين عليها دي صور أنا دي صورة قصب أحمد الصورة دي بقى بتفكرك بإيه ده يوم موقعات الجامل ده برضو من الأيام الصعبة لكنا يسا نتكلم عنه هو صعب في المطلق وصعب علينا بالتحديد دي بقى كلمنا أكتر بتفاصيل أكتر أنا اليوم ده كنت بصور في الميدان عاد وبعدين واقف على صورة عالي كده بختار يعني فجأة ليت الجمال دي هاجم على البداية واقف بصور وخدت الصور اللي انت حضركوا شايفينها دي بعد كده قلت منزل بقى من على الصور ده وابقى في الميدان بقى في الموقع يعني ده بيقول وانا بصور كنت واقف مع المؤيدين خدني الشغل ولقيت نفسي واقف قدام المعرضين فراح المؤيدين رحوا واخديني وابتدوا بتاعي عايدين ياخدوا الكاميرا مني همو همồ همه هيتشد بالكاميرا واحد شد بالكاميرا ولا مسكة الكاميرا بداية اللي انك كده في واحد بقى بيدرب وهنا واحد يدرب هنا واحد عايز يصريه المحفظة بس انا كنت مصمم إنس انا سلبش الكاميرا عشان عرف الشغلة اللي عليها tienen الكاميرا طبعا انت عابلت الشغل الا والشغلة د hè و البعد انا كده بضيع تاريخها بالنسبح الحمد اللي انا السور وصلت وقدرت ان انت هتقدمها اللي ثاني يوم بعد ما عرفة الجمل تمام؟ الصورة بتفكرك بيه؟ دي ما بتفكره بالطوب. اه يمكن يعني ذكريات اه نقدر دهول منها. شوف دي حضرتك صورة للمصورين شوف دي المصورين عمين ازاي انا. دي المصورين في الموقع بتاعة الطوب دي. نعم. طيب اه اهم الصعوبات يا نامير كده. كد برضو يعني محدش عارف مين مع مين اه مين ممكن يضايقك مين ممكن يرحب بوجودك بالكاميرا نفس الموضوع برضو. في نفس الوقت الواحد برضو يعني حاس ان هو تاهي في النص. طيب لو رجعنا لبدايات الثورة الثورة بدأت بمظاهرات سلمية وبعد كده بدأ العنف من قبل الرجال الامن. وتلحقت الاحداث حتى تنحى الرئيس مبارك. عايزين بقى نعرف تركيزكم كان على ميدان التحرير بس ولا التركيز كان على كل المحافظات يعني امتد الاسكندرية الاسماعيلية السويس المحافظات التانية. فالتركيز كان عليك. احنا في تعطيقتنا في المصر اليوم. اه عندنا في كل مكتب في كل محافظ مكتب للمصر اليوم. بالمحاجرين بالمصورين بطيب كلها. اه. فاحنا كنا معنيين اكتر بال بالقاهرة. يعني انت صوركم كلها اه احمد ونمير صوركم كلها كانت خلطة بميدان التحرير تحديدا. ما خرقتوش برر. لا يعني مش مداي التحرير نفسه فيه كمان كنت مصطفى محمود فيه. في صورة برضو. اصورة دي في صلاح سالم. في صلاح سالم مظاهرة طلع من رابع العدوية طلعين ماشي لغاية التحرير. تمام. فكانت تركيز اكتر على اه داخل القاهرة. يعني ما كانش فيه متدادة للمحافظات بالنسبة لكو انتم. اه. لا بس فيه محافظة زي محافظة السويس كانت اه محافظة عايزة اكتر للمصور. فتفر لها زمنة محمد عبدالغاني برضو راح في السويس. ليه صور معاني انا من السويس. تمام. اه اكيد كل صورة داخل المعرض بيكون لها اه قصة او حكاية معينة. اه اهم السور او السور اللي مرتبطة بقصة معينة من وجهة نظاركو انتو. كانت ايه? يعني ايه الصور اللي انت مسلا تفاكرها وعايز تتكلم عليها ووراها حكاية. غير السور اللي عرضناها. في حاجة تانية يعني نقدر نتذكرها مع بعض ولا ما فيش حاجة تانية مميزة. لا هو يوم تمانية عشرين برضو كان. السور اللي اكتر كانت خاصة بيوم تمانية وعشرين. اه يوم وشكلته لجنة برئاسة المصور الكبير فاروق ابراهيم لاختيار افضل الصور اللي هتشارك في المعرض. اه يعني يكلمني اكتر عملته ايه اللجنة دي كان دورها ايه? لا او انا ما كنتش حاضر بس هما يعني احنا بعثنا الشغل هما اختاروا احسن الصور اللي كان ممكن تتعالي في المعرض. جميل. اه المعرض موجود دلوقتي في دور الابرام نصري. يعاد لكم فكرة هيستمر قد ايه? ازبوها ان شاء الله. جميل جدا. ما فكرتوش بقى ان المعرض يمتد اه لمحافظات مصر كلها عشان الجمهور يقدر يشوفوا استوار الرائعة دي. يعني هي مجرد فكرة ان المعرض يكون في اكتر من مكان اه يشمل المحافظات ولا الفكرة دي من الافكار اللي كانت بعيدة. اه المفروض ان ده يحصل فعلا واكتر من كده يخرج بر القاهراب وردها مصري كلها. عشان ديك بفرصة حلوة حتى ان شغلوكو يكون موجود قدام اه شريحة جيرة من الجمهور يعني. بص حضرتك انا انا بصور الصورة يعني ما كنتش معني قوي ان انا اصور اه للجورنال اكتر ما اصور لنفسي. يعني كان نفسي اعمل صور تاريخ ليه انا انا شاركت. حاجة تحسب ليك انت شخصيا. حاجة تحسب ليه شخصيا. عشان اوريها الاولادة بعد كده اقول لهم انا كنت موجود في الصورة. انا شاركت. طيب اه ناميل يعني من المعروف دايما ان الصورة ابلغ من الكلمة او ممكن نقول ان الصورة اه بالف في كلمة زي ما بيقولوا. اه مفكرتوش بقى ان انتو تجمعوا الصور دي كلها وتعملوها في كتاب بحيث ان انتو تبقوا يعني عملتوا زي تاريخ ليكو او تحافظوا على الصور دي. والناس كلها تقدر انها يعني تقدموها في كتاب ويكون موجود. او في المعرض تقريبا هم يعني شغالين في الموضوع. لا لسه شغالين في الموضوع ده. واحنا نفسنا احنا يعني احنا بحاول برضو مع الزملائي ان نعمل حاجة كده. اه هي فكرة حلوة لان يعني اهم حاجة ان شغلوك ويوصل للناس كلها. وبتالي انتو ممكن يعني يكون في طرحة من ناحية كل حاجة زي كده يعني. اه كنا بنشوف صور كتير قاية على الانترنت خاصة بالعنف اللي استخدم ضد الشباب. اه هل في صور زي كده شفتوا ردود افعال مثلا عليها ولا كان الموضوع ماشي ازاي. يعني ردود افعال للجمهور العادي كان ازاي على الصور. والله احنا فيه فيه ناس يعني شافة الجورنال. ويوم مثلا الصور لما كان بتنزل كان بيجي لزم لنا تريفونات تاني انا صوركوا كويسة. صوركوا حلوة الصورة النهاردة كويسة الصورة النهاردة معزلة. يعني الصورة اللي تعرضت احمد بن شوية الخاصة بيك انت كان فيها اه يعني بتاعت الطوب. اه. اه. دي صورة فيها عمف شوية. رد الافعال كان ايه يعني يعني رد الافعال الوساطة كان بيه. تعليق الناس ايه على الصورة? معقولة انا حضرتك يعني بديت. اه لا والله ده مجهود كويس. مجهود اه تشكره عليه الصورة حلوة الصورة معذرة. فيه تعليقات سلبية اينا ميرت كانت على الصور الخاصة بيك ولا ايجابية ولا كانت شكلها؟ لا وكده كده الواحد بيتعلم كل يوم. برضو بيبقى فيه حاجات نصايح كده بناخدها من اساساتنا. مثال كل الاف التصوير مين؟ صراحة استاذي استاذ حسان لياب. طيب اه نرجع مرة تانية للثورة نرجع لثورة 25 يناير. اه الموقف بقى اللي مرت عليكم يعني احنا يمكن اتكلمنا قبل الهوى ان كان فيه اه بعض العنف والضرب. فا اه اهم الموقف كانت ايه? ايه اللي حصل بالضبط? وما برضو كان موقف بعد الثورة. تمام. اثناء تغطيتي انا اللي كنت بغطي المظهرات مظهرات الضباط الشرطة. عشان قدام وزارة الداخلية. نعم. خرجت المسيرة من اسم الدقي لحد وزارة الداخلية. انا ماشي معهم من اسم الدقي لحد الوزارة. وصلت الوزارة من هنا اشوفت لسه برفع الكاميرا وهو هصور ليد برضو ناس امن. افراد بقى امنة الله اعلم. دخلوا علي وحاولوا ياخدوا الكاميرا مني وانت ما تصور مش انت امن دولة وبرضو نفس الاسلوب. اخدوا الكاميرا بس المرات يخدوها بقى وضربوني جامل. وبالفعل اخدوا الكاميرا. اخدوا الكاميرا اه. كان فيه اي مواقف صعبة يا نامير ولا ايه اللي حصل? كان فيه. لا حصل برضو يوم تمانية عشرين ده كنت راجع انا جاي ماشي كتير قوي وبرضو قنابل في كل حتة. لغاية باب جنان قنابل مغطية الدنيا. انا طالع جنان مش شايف خالص. طيب هل تصوير كان تصوير فوتوغرافي فقط ولا كان فيه بعد مقاطع الفيديو قدرتوا انتوا تصوروا فيديو او حاجة ولا ده كان صعب بالنسبة لكم في الوقت ده. يعني انا عارف ان المعرف بيحتوي بصفة عامة على بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالثورة. اه. والفيديو ده بيحتوي على يعني وقاعة مهمة وجدة جدا. فهل حد فيكو شارك بعض مقاطع الفيديو؟ لا نركزنا على الفوتوغرافي. السور الفوتوغرافية كان لها تركيز اكتر. طيب عايزة اعرف منكم يعني ثورة 25 نايل احداثة التحام بين المسلمين والمتحيين حتى ان دماغهم امتزجت ببعض. ازاي ممكن نوصل ده بالسور؟ يعني ازاي ممكن الصورة تعبر عن ده؟ يعني فيه صورة برضو موجودة يعني برضو التحام ما بين الوحدة الوطنية ما بين المسيحي والمسلم. فيه صورة موجودة مفروضة. الناس مسلمين بتصلي. واحد مسيحي ناس مسيحيين قاعدين يحرصوا بهم ما بيصلوا. دي من الصور اللي بتدل على الوحدة الوطنية. جميل جدا. اه لو اتكلمنا يعني بشكل اكبر عن اه المعرض. المعرض واهم الصور كل واحد يكون شارك بكم صورة تقريبا؟ انا شاركت بخمس صور. وانا بعشر. احمد. بعشر صور. عشر صور. اه ممكن نقول ان ازاي الصور ممكن تتكلم لوحدها بنيجير ما يكون الانسان موجود. الصورة اتعبر عن نفسها. او يقولوا الصورة بالف كلمة. ازاي? ازاي ممكن الصورة تتكلم فعنا? من الواحد يزر المشاعر او في حاجة في ريكشن على وش حد او حاجة. اللي ممكن توصل حاجات كتير او للنس. استاذ احمد. اول عن طريق الرد الفعل اللي بيظهر عليكي لما تشوف الصورة. اول ما تشوف ترد اتعرفي لو الصورة مبهجة ومفراحة. انت نفسيا انبهكت. لو الصورة فيها حاجة تقدر هي بتخرج المشاعر جواك. ايا كان الصورة يعمل ازاي. طيب نرجع تاني للثورة. يقدر كنت تتوقع ونجح صورة 25 يناير مشاركتكم فيها كشباب بقى. بعيدا عن التصوير. نازلين وانتو حاستين ان الثورة هتنجح وحتحقق كل مطالب الشعب ولا نعم? يعني هو كان خمسين في المية برضو. ما كانش حد يعرف ان هنوصل لايه بالزبط. احمد فنازل والروح اللي كانت مسيطرة عليك كانت ايه? ان هي يعني كل يوم فيما يكسب اكتر. يعني هيكت رايحة الاكتر للنجاح. كل يوم يعني اليوم اللي جاي ابقى فيما يكسب اكتر من امبارا. طيب اخيرا بقى عايزة كل واحد من حضراتكم يقولني مصر ازاي من خلال عدسة الكاميرا الخاصة به حاليا في ظل الاحداث الجاي. صدا يناير شايف مصر ازاي? والله احب اشوفها احسن ان شاء الله يعني. دلوقتي بعد الثورة شايفين مصر ازاي من خلال عدسة الكاميرا الخاصة بك يا احمد? انا شايف انه قلق. بصراحة فيه توتر فيه مظاهرات اه 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 اوية كتير فيه ناس اه متوترة كتير ناس خايفة كتير. فانا شايف الموضوع فيه قلق شوية. سجل يا زمن ثورة مصر صور للتاريخ ده كان عنوان المعرض الموجود حاليا في دار الافرة المصرية باشكر ضيوفي اللي النوريني النهاردة. كان معينا احمد المصري شكرا ليك وكان معينا نامير جلال مرسي على وجودك معينا. مشاهدينا والفقرة الاخيرة من الثقافية كافيه مع الزميل عبدالله يسري فاكنونا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة